اعتقد قليل منكم اللي ما سمعوا باسم التشابو هذا الرجل اكبر واخطر تاجر مخدرات في التاريخ ايوه اكبر حتى من اسكبار قبل ثلاث سنين سويت لكم فيديو عن هروبه الاسطوري من السجن عملية هروب مجنونة بس كان فيديو طوله 11 دقيقة وقتها ما كنت سوي لكم الفيديوهات الطويلة المرتبة هذي فاليوم بنعيد قصطة بس هالمرة بكل تفاصيلها المشوقة واعتقد هالشي مبين من طول الفيديو تخيلوا ان التشابو ما بس هرب من السجن مرة وحدة لا هرب مرتين ويعني حتى ما كلمتكم عن هروبه الاول في الفيديو الماضي فاليوم بنمر على كل شي حرفيا القصة هذي صدقوني من العيارة الثقيل قصة جدا جدا مشوقة فحضروا لكم كذا شي تاكلونه واستمتعوا السلام عليكم معاكم بدر هذا سجن بوينتا جراندي اللي كان معروف انه اقوى سجن محصن في المكسيك كلها نسبة السجناء للحراس في هالسجن هو واحد لاثنين يعني كل سجين مقابل حارسين شي مجنون ما صح بس اذا عرف السبب بطل العجب هذا السجن كان مخصص لاخطر المجرمين في المكسيك وعلى راسهم زعماء عصابات المخدرات الكبار هذا مبصن فعادي من المجرمين هذه الزعماء حرفيا عندهم جيوش خاصة اتباع بعشرات الالاف مدججين بكل انواع الاسلحة الثقيلة اللي ممكن تتخيلها فيعني توقع عادي انهم فجأة يهجمون على السجن فجدران هالسجن كانت محصنة بشكل مضاعف خرسانة ثقيلة مدعمة باقوى انواع الحديد ابراج المراقبة عليها حراس وسلحين باقوى الاسلحة الطريق للسجن دايما فيه نقاط سيطرة وتفتيش السجن هذا كان كأنه قاعدة عسكرية فهذا السجن اللي يحطوا فيه التشابو اشهر واخطر لورد مخدرات مر على المكسيك وعلى العالم كله زعيم سينالواء كارتيل اعنف عصابة مخدرات في العالم عصابة سينالواء تسمت على الولاية اللي جايين منها ولاية سينالواء اللي في المكسيك اللي تعتبر مركزهم التشابو طبعا كان ملاحق من مدة طويلة واخيرا قدروا يعتقلوه لأول مرة في سنة 1993 بعد مطاردة عنيفة من السلطات المكسيكية بس ما عنا التشابو نمسك ونحط في السجن لكن هالشي ما منعه انه يظل يدير امبراطوريته حتى وهو وراء القطبان كيف سواها؟ بالرشاوي ما خله مسؤول ولا حارس في السجن الا واشتراه رشاوي بالملايين خلته مرتاح في السجن وعايش فيه ولا كأنه عايش برا يعني عادي الله يعزكم يدخلو له خمور ونساء وكل الأكل اللي يريده ويسمحون لزوجاته الثنتين ان هن يزورنه وحتى يسمحون لحشيقاته وعادي هي قاعدة نويا المدة اللي يريدها حتى لو بالأيام وطبعا غير هذا كانت عنده تلفونات ووسائل اتصال وكل شي يحتاجه عشان يدير عصابته من داخل السجن أكثر شخص كان مسحل حياة التشابو كان هذا الرجل اللي اسمه داماسو لوبيز داماسو كان نائب رئيس الأمن في سجن بوينتا جراندي والتشابو اشتراه حرفيا عطاه بيت وسيارة وهدايا وراتب شهري كبير فعلاقتهم قوت وحتى صاروا أصدقاء فهو السبب الرئيس اللي خلى التشابو ياخذ راحته في السجن ويصير كأنه ملك على المكان ويقدر يسوي اللي يريده وخلوا داماسو هذا في بالكم لأنه راح يرجع بعدين في القصة بشكل ما تتخيلونه التشابو خلال فترة سجنه ما بس قدر انه يدير عصابته لا تخيلوا انه بعد قدر يطور طريقة جديدة في تهريب المخدرات وهو في السجن هذه الطريقة ما انها كانت من اختراعه تماما لكن هو عصابته سووا فيها ثورة واللي هي طريقة التهريب بالأنفاق من تحت الأرض التشابو وظف مهندسين ومعماريين وناس مختصين عشان يبنوا لأنفاق بمستوى احترافي ما تعالوا احفر لأي نفاق وخلاص لا شغلوا مرتب على أعلى مستوى طبعا الهدف من هذه الأنفاق كان أمريكا لأنها هي أكبر مكان يدخل لهم أرباح هي البقرة الحلوب التشابو وعصابته سينالوا كارتيل ما صاروا يحتاجون يهربون لا بالجو ولا بالبحر ولا بالبر صاروا يهربون من تحت الأرض وهالشي سمح لهم يرفعون نسبة التهريب بشكل مجنون صاروا يدخلون 20 مليون دولار في الشهر الواحد وتخيلوا يعني امبراطورية التشابو كبرت وهو في السجن أكثر من لما كان برا واللي كان مريح التشابو بعد إنه في التسعينات المكسيك ما كانت تسلم زعاماء عصابات المخدرات اللي مثله لأمريكا مع أن أمريكا كانت دايماً تطالب بهالشي لأنهم أكثر المتضررين هم اللي تدخل أكبر كمية من المخدرات عندهم فأمريكا كانت دايماً تطالب بتسليم التشابو والزعماء اللي بمستوى لهم لأن السجون في أمريكا أقوى وبعد راح يكونون بعيدين عن رجالهم وعصاباتهم والمسؤولين اللي يرشونهم فما بيقدرون يتحكمون بعصاباتهم من هناك لكن السلطات في المكسيك كانت رافضها الشيء ويعثقدون أنهم يقدرون يتعاملون مع مجرمينهم بس في سنة 2001 المحكمة العليا في المكسيك قدمت اقتراح بإنشاء قانون جديد يسمح بتسليم بعض المجرمين المكسيكيين لأمريكا التشابو طبعاً لهاللحظة كان مرتاح في سجنه لأنه كان يقدر يسوي أي شيء يريده وهو داخل أكيد بيفضل أن يكون برا بش يعني عادي لوضعه بسيء لذيك الدرجة فما كان يحاول يهرب أو حتى يفكر بالموضوع بس بعد ما وصل خبر أن المحكمة العليا ممكن تسمح بتسليم بعض المجرمين لأمريكا أن يحس بالخطر وعلى طول قال لا ما يمشي لازم ندور لنا تصريفه فبدأ يخطط لعملية هروبة من السجن والعملية هذه لازم تتنفذ بسرعة وفعلاً خلال شوية أسابيع بس حط خطة متكاملة وبدأ تنفيذها التشابو كان عارف أنه لازم ما يشرك في هالخطة إلا أقل عدد ممكن من الأشخاص فعطى رشوة محترمة لصاحبة دماسو نائب مدير الأمن في السجن وقال له بصريح العبارة أنه محتاج يهرب من السجن فدماسو قال له تمام ولا يهمك أنا وياك تخيلوا هذا نائب مدير الأمن في السجن السجن اللي المفروض أنه أقوى سجن في المكسيك بس شو تفيد القوة والتحصين من برة إذا الفساد موجود من داخل المهم التشابو اتفق ويا صاحبة دماسو أنه راح يقلل عدد الحراس بتاريخ 19 يناير 2001 هذا كان اليوم اللي يريد يهرب في التشابو طبعاً دماسو ما بيقلل عدد الحراس في السجن كله لا بيقلله في القسم اللي فيه التشابو التشابو بعد عطى رشوة لواحد من العمال في السجن عامل اسمه شيتو شيتو هذا كان واحد من العمال المسؤولين عن غسيل الملابس مهمته كانت أنه ياخذ عربة الملابس ويجمع فيها الملابس الوسخة من المساجين وبعدها ياخذ العربة لبر السجن ويحطها داخل سيارة فان السيارة اللي تاخذها بعدين للمغسلة شيتو كان الخيار المناسب لأنه مجرد عامل عادي ما يلفت الأنظار وكان يسوي شغلتها المعتادة اللي يسويها يومياً فما أحد من الحراس يهتم فيه جاء تاريخ الموعود 19 يناير 2001 وشيتو فتح زنزانة التشابو وساعدها عشان يدخل في عربة الملابس الوسخة وغطى بالملابس هذه ومشى العربة طبعاً قدروا يسويوا كل هذا براحتهم لأنه ما في حراس الحراس كان عددهم جداً قليل في هالقسم بس في لحظة من اللحظات وشيتو قاعد يدفع العربة وصل لوحدة من البوابات والبوابة هذه كان عليها حارس فوقف شيتو العربة وتركها عشان يكلم الحارس ويطلب منه يفتح البوابة لكن العربة بسبب وزن التشابو بدت تمشي بروحها لورا التشابو في هذه اللحظة كان خايف أن العربة تضرب في الاجدار وتنقلب ويطيح منها وينكشف لكن بسرعة صاحب شيتو ادارك الموضوع وراح وركض ورا العربة ومسكها قبل ما تصدم بالاجدار أو أي شي ثاني وكمل طريقة عادي لبرا لمواقف السجن وهناك كانت تنتظر السيارة والتشابو على طول طلع في الدبة وحركوا السيارة وطلعوا من السجن واللي كان يسوق السيارة بالمناسبة كان حارس في السجن من الحراس المرتشين التابعين للتشابو فلما طلع من البوابات الخارجية ما حد وقفه أو قاعد يفتش السيارة على طول مشوه ومع أن عملية الهروب هذه انكشفت بسرعة لكن عملية المطاردة تأخرت كثير لأن تقريبا نص الشرطة المحلية كانت في جيب التشابو فما تحركوا على طول في عملية المطاردة وهالشي عطاه فرصة أنه يبتعد مسافة طويلة عن السجن لكن بعدها وصل خبر هروب للقوات الفيدرالية وهذا يعني صعب أن التشابو يشتريهم مثل الشرطة المحلية فبدأت القوات الفيدرالية هذه عملية المطاردة رجال التشابو طبعا كانوا ينتظرون على مسافة قريبة برى السجن ولما وصل لهم بسرعة غيروا سيارته ونقلوا لسيارة مصفحة وبعدها خذوا لمكان كانت تنتظره في طيارة هلكوبتر وركب الهلكوبتر اللي بعد نقلته لموقع ثاني وهناك كانت تنتظره سيارة مصفحة جديدة يعني لفوا في الدنيا يا رجل نقلوا أربع نقلات بالبر وبالجو بحيث أن تتبعها صار شي شبه مستحيل آخر سيارة ركبها التشابو خذته لمكسيكو سيتي عاصمة المكسيك هناك وهم ماشيين في الشارع التشابو ألقى نظرة وراء من جامعة السيارة الخلفية وشاف وراهم سيارات ودراجات شرطة قاعدة تقترب منهم وتحاصرهم هني التشابو بدي توتر معقولة قدروا يحددون موقعه ويلحقونا بعد كل اللفة الطويلة اللي سواها فسأل السائق ماله وهم توتر كيف لحقونا هذيلا كيف عرفوا مكاننا فالسائق جع عليه وقال له لا تخاف يا زعيم هذيلا شرطتنا التشابو لحظتها خذ النفس عميق وارتاح وعاد انتوا تخيلوا المشهد التشابو ماشي بسيارته وسط العاصمة وحوالينا موكب من سيارات ودراجات الشرطة ولا كأنه رئيس يا رجل طبعا الشرطة الفاسدين هذيلا كانوا محاوطيننا عشان يمنعون الشرطة الثانين الشرطة الزيرين انهم يقتربون منه محد بيتوقع ان التشابو وسط موكب شرطة فمشوا اياه لغاية ما وصلوا لواحد من البيوت او المقرات الامنة التابعة لعصابته عملية الهروب هذي اللي سواها التشابو في سنة 2001 خلت اسمه يصير اسطورة كثير من الناس صاروا يفكرون انه محد يقدر يلمسه وانه اكبر من القانون والنظام ومع ان السلطات المكسيكية حطت موارد كثيره في عملية ملاحقة التشابو لكنهم ما قدروا يوصلوا له وظل التشابو حر طليق لمدة 14 سنة خلال هذي السنين كان يتنقل ما بين بيوتها الامنة السرية اللي كثير منها موجودة في مناطق معزولة ما بين الجبال خلال ال 14 سنة هذي كبرت امبراطورية التشابو بشكل مجنون صار يهرب كوكايين لامريكا بقيمة مليارات سنويا وتوسع عصابته وحجم المناطق اللي سيطروا عليها في المكسيك وصل لدرجة ما لها مثيل عصابته سينالويا كارتيل صارت اضخم عصابة مخدرات في العالم بدون منازع وحتى يعتبرونها الاكبر في التاريخ اكبر من ميدلين كارتيل اللي هي عصابة اسكوبار وطبعا الوصول لها الحجم والنفوذ والسيطرة مستحيل يصير بدون عنف فاعمال العنف كانت مجنونة خصوصا في مدن شمال المكسيك المدن اللي عندها حدود ويا امريكا لانه هي المدن اللي يستخدمونها في التهريب فالوضع كان عبارة عن حرب التابو وعصابته حولوا المدن هذي لمناطق حرب وتسببوا بكمية دمار وقتل غير مسبوق في عالم العصابات في المكسيك فالتابو قدر يدمر العصابات الثانية واحدة وراء الثانية وقدر ان يستولي على كل المناطق الشمالية فصار المسيطر الاكبر والوحيد تقريبا على حركة المخدرات من المكسيك لامريكا فالسلطات المكسيكية والسلطات الامريكية كانوا يريدون يقبضون عليه بأي ثمن وكانوا مسخرين اقوى واحدة الامكانيات اللي عندهم لهذه المهمة جات سنة 2014 يعني مرت 14 سنة على هروب التابو من السجن في ذاك الوقت الاستخبارات المكسيكية بمتاعدة الامريكان قرروا يتبعون استراتيجية جديدة قرروا يستهدفون التابو من خلال الناس اللي حوله ابناءه زوجاته معاونين المقربين لانه هذي اللي كانوا اكثر ناس يعرفون عنه فقدروا باستراتيجيتهم هذي يوصلون لمساعد التابو التقني الشخص اللي كان المسؤول عن الاي تي والامور هذي في العصابة هذا الشخص كان شاب كولومبي في العشرينات من عمره فقدروا الاستخبارات انهم يقلبون الشاب هذا ويخلونه يشتغل لصالحهم فقدروا بمساعدته انهم يخترقون شبكة الاتصالات المشفرة اللي يستخدمونها التابو وعصابته وبهالطريقة صاروا يقدرون يعرفون موقع التابو بالضبط وعرفوا انه في هذيك الفترة كان متواجد في بيت في منطقة من مناطق ولاية سينالوا اللي هي مركز عصابته البيت هذا المفروض انه من البيوت الامنة للتابو فقدروا يحددون موقع البيت بالضبط وبتاريخ 17 فبراير 2014 فريق من القوات الخاصة المكسيكية ومعاهم عملاء من ادارة مكافحة المخدرات الامريكية حاصروا البيت وبدوا عملية الاقتحاب لكن البيت هذا ما كان بيت عادي باب البيت الرئيسي كان قدامه باب ثاني مصنوع من الفولاذ فالقوات الخاصة قاعدوا يطربون ان الباب هذا ويحاولون يكسرونه في هذه اللحظات التابو كان نايم داخل البيت ومساعدته فجأة دخلت الغرفة عليه وهي تصرخ ان الجيش المكسيكي على الباب التابو فز من السرير ويسمع اصوات الضرب على الباب الفولاذي برا فقام من مكانه وبدأ يتحرك القوات اللي برا وهم قاعدين يحاولون يكسرون الباب الفولاذي كانوا يقدرون يشوفون من النوافذ ان في حركة داخل البيت في ناس قاعدين يركضون داخل فكثفوا الضرب على الباب اكثر واكثر طبعا نوافذ البيت كانت نفس الشيء محصنه كل البيت كان مدرع واصلا النوافذ حتى كانت صغيرة صعب يدخلون منها فكان كل تركيزهم على الباب وفي النهاية هم حاصرين البيت كله ما في باب ثاني غير هذا فظلوا يضربون ويضربون لغاية ما قدروا اخيرا يكسرونه وبعدين اقتحموا البيت واسلحتهم مرفوعة وهم يصرخون ويعطون اوامر لكل الاشخاص اللي موجودين في البيت انهم يستسلمون ويمطحون على الارض لكن المفاجأة اللي صدمتهم انه ما كان في حد في البيت دوروا في كل غرفة وفي كل زاوية في البيت ما في ولا اي شخص معنى شافوا بعيونهم ضلال قاعدة تتحرك داخل البيت لما كانوا برا قاعدين يحاولون يكسرون الباب فاوين راح التشابو واللي كانوا اياه لما دخلت مساعدة التشابو للغرفة عشان تنبهى على اللي صاير التشابو على طول قام من مكانه بسرعة وبدأ يركض للحمام ليش يركض للحمام؟ ما عشان يتخبأ لا عشان يهرب راح يهرب من نفق عصابة التشابو صاروا محترفين في حفر وبناء الانفاق حرفيا هذا صار اختصاصهم فتخيلوا انهم ما كانوا بس يحفرون انفاق للتهريب كانوا يحفرونها بعد كممرات هروب تحت البيوت الامنة فتخيلوا كل البيوت الامنة اللي يحتمي فيها زعيمهم التشابو كل بيت منها كانوا حافرين تحت نفق هروب عشان اذا تحاصر البيت يقدر يهرب من النفق فالتشابو قدر يهرب من النفق كان محفور تحت بانيو الحمام وهذه صورة حقيقية للنفق بعد ما اكتشفوا القوات المكسيكية المدخل كان مصمم بطريقة ذكية ما كان ممكن اي حد يكتشفه الا اللي يعرف عنه عشان تفتح المدخل السري هذا لازم تجيب دبوس وفيه فتحة صغيرة ورام راية الحمام لازم تاخذ الدبوس والدخل في هالفتحة وهالحركة راح تصنع تيار كهربائي يفتح القفل اللي يثبت البانيو في مكانه وبعدها لازم تروح وترفع البانيو بايدك والبانيو راح يرتفع بسهولة لانه فيه اذرع هايدروليكية تدعمه من تحت فالتشابو لما دخل للنفق سحب البانيو وسكره وراه فعشان كذا قوات الاقتحام خذوا وقت وهم يفتشون البيت الام ما حصلوا المدخل السري هذا فالتشابو قدر ياخذ راحته وهرب هو زوجته ومساعدته وطباخه بعد كلهم هربوا من النفق والام ما القوات الخاصة اكتشفوا النفق التشابو واللي وياه كانوا خلاص اختفوا بعد الهروب هذا التشابو قرر يروح لمكان عادي مكان محد راح يشك انه موجود فيه فبدال ما يروح لوحده من بيوته الامنة او بيوته المعزولة اللي موجوده وسط الجبال راح لمدينة عالبحر مدينة اسمها مازتلان مكان بالعادة يكون وجهه سياحية المفروض ما حد يتوقع انه موجوده هني لكن اللي ما كان يعرفه التشابو انه شبكة اتصالاته مهكرة حسب ان القوات المكسيكية حصلت البيت هذاك اللي هرب منه بالصدفة بعده ما كان عارف انهم يقدرون يتبعونه في اي مكان يروح له فبعد خمسة ايام بس على هروبة من البيت وبالتحديد بتاريخ 22 فبراير 2014 تعقبت القوات المكسيكية ومعاهم العملاء الامريكان موقعي لتشابو في فندق اسمه ميرمار موجود في المدينة البحرية هذه وهناك بكل سهولة قدروا يحاصرونه واعتقلوه في غرفة الفندق وهذه صورة حقيقية له في لحظة الاعتقال ما كان عنده لا حماية ولا اي حراس كان ابدا ما متوقع انهم راح يحددون موقع به السهولة لانه ما كان عارف كيف قاعدين يتعقبونه من الاساس ما كان عارف ان تلفونه وشبكة اتصالاته مهكرة اتمنى تكونوا مستمتعين بالفيديو الفيديوهات الطويلة هذه تاخذ جهده كبير فياليت اذا كنتوا حابين الفيديو ما تنسوني من لايكاتكم الحلوة واذا كنتوا جديدين على القناة اشتركوا وفعلوا زر الجرس تمام؟ حلوين؟ خلونا نكمل بعد ما تم اعتقال التشابو للمرة الثانية هالمرة ما بياخذونا لبوينتا جراندي سجن السابق هالمرة بياخذونا لسجن التبلانو اللي يعتبر اقوى سجن في المكسيك كلها اوكي اكيد احين بتسألون يعني طيب اذا هذا اقوى سجن في المكسيك ليش ما اخذوه له في المرة الاولى السبب لان المرة الاولى اللي اعتقلوه فيها كانت في سنة 1993 في ذاك الوقت سجن التبلانتو كان توى مفتوح وما كان بالقوة والتحصين اللي صار عليها في سنة 2014 لما اعتقلوه للمرة الثانية فهالمرة على طول الوجهة كانت لسجن التبلانو السجن هذا كأنه عبارة عن ثقنة اسكرية من كثر الحراس والاسلحة والمعدات اللي فيه الجدار الخارجي محاط بعدد كبير من ابراج المراقبة كل برج عليه ثلاث او اربع حراس مسلحين باسلحة ثقيلة جدران السجن معنها عبارة عن شبك لكنها بنيها على طبقات تعد الشبك الاول يطلع قدامك شبك ثاني واحيانا في بعض المناطق شبك ثالث قواعد الشباك هذي مثبتة ومحصنة بخرسانة ثقيلة توصل ثخانتها لمتر كامل وحتى في مناطق حافرين قدامها خنادق كل هذه التحصينات عشان يمنعون اي هجوم خارجي لان مثل ما قلنا المجرمين اللي مسجونين هني عندهم جيوش خاصة فلازم يكونوا مستعدين لهجوم خارجي يا رجل حتى عندهم مدرعات في السجن هذا غير هذا كله منطقة السجن ممنوع فيها الطيران في مصادر حتى تقول ان عندهم اسلحة مضادة للطيارات تحسبا للهجمات الجوية شي مجنون غير هذا بعد شبكات الاتصالات والتلفونات المحمولة ما تشتغل في اي مكان داخل السجن الاتصالات كلها ارضية والاهم من كل هذا المسؤولين والحراس في هالسجن يتم اختيارهم بعناية يعني صعب تتم رشوتهم فمع ان هالسجن كان فيه اعتل مجرمين وزعماء العصابات في المكسيك لكن ولا واحد منهم قدر يهرب الين ما طبعا وصل الشابو الشابو طبعا اول ما دخل للسجن بدأ يفكر بخطة للهروب لانه كان خايف ان السلطات المكسيكية سلمة لامريكا في اي لحظة وبعدها خلاص راح ينتهي كل شي طبعا بما ان السجن ما تستغل فيه التلفونات وشبكات الاتصالات فالطريقة الوحيدة اللي كانت عند الشابو عشان يتواصل مع العالم الخارجي هي عن طريق الاشخاص اللي كان مسموح لهم يزورونه في السجن وهذي اللي في الواقع كانوا شخصين الشخص الاول هو محامي اوسكارلو بيز والشخص الثاني كان زوجة الثالثة ايما كورنيل زوجة الشابة اللي تزوجها في سنة 2007 واللي كانت اصغر منه ب32 سنة فالشابو بدأ ينسق وياها عشان توصل كلامه لأولاده واتباعه اللي برا أولاده الأربعة اللي كانوا كلهم قادة في عصابته هذي اللي بروحهم قصة وبعضهم سووا مشاكل كبيرة في المكسيك الفترة الماضية ويمكن حتى سمعتوا عنهم في الأخبار بس تخيلوا أولاده هذي اللي ما كانوا قادة العصابة بعد التشابو التشابو كان عنده رجل ثاني من برا العائلة يعتبره ايده اليمنى منوا تتوقعون هذا الرجل ترى احنا مرينا عليه وتكلمنا عنه وقلت لكم وحطوا في بالكم لأنه بيرجع بطريقة ما تتخيلونها هذا الرجل كان داماسو لوبيز تذكرونه اللي كان نائب رئيس الأمن في سجن التشابو السابق بوينتا جراندي كان المسؤول المرتشي اللي سمح للتشابو أن يسوي اللي يريده في هذاك السجن بعد ما هرب التشابو من السجن في سنة 2001 كل اللوم نحط على داماسو واعتبروه هو المسؤول فتم اقالته من شغله وخلاص ما صار يقدر يحصل وظيفة في أي مكان ولو تذكرون قلت لكم أنه هو التشابو صاروا أصحاب فالتشابو ضم للعصابة ومع السنين ظل يترقى ومنصبه يكبر وفي النهاية صار يد التشابو اليمنى فلما انسجن التشابو للمرة الثانية داماسو هو اللي مسك قيادة العصابة فتخيلوا يعني من مسؤول أمن في السجن لقائد أقوى عصابة مخدرات في العالم فالحين التشابو صار يتواصل مع داماسو ومع أولاده من داخل السجن عن طريق زوجته وبدأ يحركهم عشان يطلعون من السجن بأقصى سرعة قبل ما يصير شيء ويسلمونه لأمريكا كان مرعوب من هالشيء فداماسو أولاد التشابو بدأوا يحطون خطة عشان يطلعون زعيمهم وبما أن داماسو كان مسؤول أمني سابق في واحد من أقوى السجون في المكسيك فهالشي يعطيه أفضلية كبيرة في التخطيط لأنه عارف نظام السجون وكيف يشتغل الأمن فيها على الطرف الثاني داخل السجن التشابو كان معظم الوقت محبوس في زنزانته ما كان مسموح ليطلع إلا ساعة وحدة في اليوم وغير هذا كان فيه جهاز جي بي اس مربوط برجلة طول الوقت فكانوا عارفين موقعها في كل لحظة والأسوأ بعد أن زنزانته كانت تحت المراقبة على مدار 24 ساعة مثبتيلة كاميرا في زنزانته عشان ما يغيب عن عيونهم ولا للحظة والشاور أو جيش الاستحمام حاطين لياه وراء هالجدار الصغير يعني عشان يعطونا شوية خصوصية بس حرفيا الرجل مراقب 24 ساعة فالتشابو كان عارف أن الهروب من هالمكان مهمة شبه مستحيلة لكنه كان عازم يشويها بأي ثمن وطبعا بما أننا نتكلم عن التشابو وعصابته فأكيد لازم فيه نفق يكون داخل في الخطة بس كيف راح يحفرونه ومن وين راح يحفرونه طبعا بداية الحفر ما راح تكون داخل السجن النفق هذا لازم ينحفر من بره السجن للداخل وهذا يمكن أول مرة تصير في التاريخ يعني دايما نسمع عن السجناء اللي يحفرون نفق عشان يطلعون من السجن أما سجين يحفروا لأتباع نفق من بره عشان يدخلوا لأ للسجن فهذه ما صارت في التاريخ فأول خطوة في الخطة كانت شراء قطعة أرض أو عقار قريب من السجن وممكن يحفرون منه نفق يوصل للسجن بس في نفس الوقت ما يكون قريب بشكل يلفت الانتباه ويلفت أنظار الحراس والأمن المشكلة بعد أن سجن ألتيبلانو كان في مكان شبه معزول كان محاط بمناطق زراعية شاسعة فكان مبنى ضخم وسط أرض مسطحة ما كان في مباني حوالينه لكن بعد بحث متعب قدروا عصابة التشابو أنهم يحصلون موقع بناء خالي على بعد كيلو ونص تقريبا من السجن على الأغلب استخدموا بعض المزارعين المحليين في وقت من الأوقات كان المكان بهالشكل مثل ما تشوفون قدامكم كأن مبنى ما مكتمل أو في بداياته هيكل مبنى مجرد طابوك فالعصابة اشتروا هذه الأرض من أصحابها طبعا أكيد خلوها باسم شخص ما يثير الشبهات فالحين صارت الأرض هذه ملكهم وصارت عندهم نقطة بداية يقدرون يحفرون النفق منها بس الموضوع ما كان بهالبساطة كيف راح يعرفون وين زنزانة زعيمهم بالضبط وفوق هذا الزنزانة مثل ما قلنا فيها كامرة مراقبة قاعدين يراقبون التشابو 24 ساعة فحتى لو عصابته حفروا النفق ووصلوا لزنزانته كيف راح يطلعونها بدون ما ينكشفون المكان الوحيد في الزنزانة اللي كان شوي مختفي عن كامرة المراقبة كان مكان الاستحمام المنطقة هذه كانوا حاطين فيها جدار صغير مثل ما قلنا عشان يعطي التشابو شوية خصوصية وهو يسبح فحرفيا هذي البقعة الوحيدة اللي ما كانت مراقبة فالنتيجة ان هذه البقعة اللي لازم تنفتح منها فتحة النفق بس كيف راح يقدرون يحفرون نفق من بر السجن طولة كيلو ونص تحت الارض بدون ما يشوفون شيء ويفتحون فتحة في البقعة هذي بالتحديد يعني مهمة لما الواحد يفكر فيها على طول يقول لا مستحيل ما تصير مجرد بس انهم يوصلون لزنزانته فهذا بروحة يعتبر انجاز خارق بس لا لازم يوصلون لبقعة معينة في الزنزانة شه المهمة المستحيلة هذي عشان يحلون هالمشكلة التشابو خطرت على باله فكرة ذكية فكرة راح تساعد رجال انهم يعرفون موقع زنزانته وبالتحديد البقعة اللي لازم يوصل لها النفق منطقة الاستحمام الصغيرة الخطة استلهمها التشابو من جهاز الجي بي اس اللي كان مربوط برجله فالفكرة ببساطة ان رجال يهربوا لجهاز جي بي اس للسجن والتشابو يشغله ويحطه في مكان الاستحمام تحت الدش فرجال اللي يحفرون النفق تحت الارض راح يعرفون الموقع بالضبط الفكرة كانت مثالية بس المشكلة كانت في تهريب الجهاز للسجن سجن التبلانو اقوى سجن في المكسيك كلها تهريب اي شي لداخل السجن هذا كانت مهمة شبه مستحيلة يعني غير نقاط التفتيش برا السجن لما تدخل للسجن تقريبا فيه 6 نقاط تفتيش غيرها تنتظرك فلازم تعبر كل نقطة التفتيش بدون ما تنكشف ومستحيل يسمحون انك تدخل شي او اداة ممكن يتم اعتبارها اداة قد تساعد على الهروب او تستخدم كسلاح فالتشابو فكر بحل ذكي مرة ثانية قال لزوجته تقول للعصابة يحطوا لها جهاز الجي بي اس في ساعة يد ساعة هادية ممكن تعبر من كل نقاط التفتيش اللي موجودة برا وداخل السجن وفعلا قدرت زوجته تهرب للساعة وتوصلها له بدون ما تنكشف ما حد شك فيها يعني مجرد ساعة اكيد ما منها ضرر هذا اللي يفكروا فيه الحراس فمن خلال هذه الساعة والجي بي اس اللي داخلها قدروا رجال التشابو يعرفون البقعة اللي لازم يفتحون منها النفق بالضبط رجال التشابو كانوا اصلا بادهين بعملية حفر النفق باتجاه السجن بس الحين لما صار عندهم الموقع بالضبط عرفوا يوجهون حفر النفق في الاتجاه الصح مية بالمية وطبعا مثل ما قلنا حفر الانفاق هذا اختصاصهم فالنفق اللي حفروه كان شي مذهل شغل هندسي احترافي لابعد درجة مدخل النفق يبدأ من بيت الطابوق الارض كانت عبارة عن رمل لما تشوف داخل الفتحة بتشوف الدعامات الخشبية اللي يستخدموها عدد الدعامات كان مجنون بعدها لما تدخل النفق اللي كان على عمق 10 امتار بتشوف ان هذا النفق ما كان مجرد نفق هروب عادي كان شغل مرتب فبدون شك هذا كان احسن نفق تم بناء لعملية هروب من السجن في التاريخ النفق هذا على الاغلب كانوا يشتغلون عليه من 10 الى 12 شخص على مدار 24 ساعة فاول شي كانوا محتاجين نظام تهوية فمدوا انابيب على طول النفق على مدى الكيلو ونص اللي حفروها وفي بداية النفق كانت عندهم مكينة ضخ الهواء وغير الهواء طبعا كانوا محتاجين اضاءة فنفس الشي علقوا آلاف اللمبات على طول النفق وطبعا اللمبات هذي كانت محتاجة كهرباء ففي بداية النفق كان عندهم مولد داخل مبنى الطابوق اللي كانوا قاعدين يشتغلون تحته وخبوا المولد هذا وخلوه يظهر كأنه طاولة شوي اسمنتية طبعا هم كانوا مخبين كل شي يعني برا في مبنى الطابوق ما كان في شي مكشوف عشان لو حطب عليهم فجأة الامن او الحراس ما راح يكتشفون اللي صاير تحت الا اذا سوا عملية تفتيش هالشي كان ضروري لانهم يعني كانوا في موقع قريب الى حد ما من السجن فحجم العملية هذي كان مجنون آلاف الامتار من انابيب التهوية آلاف اللمبات واطنان من الرمل تم استخراجها من تحت الارض طلعوها وتخلصوا منها بدون ما ينكشفون شي مجنون خصوص انهم كانوا على مسافة كيلو ونص بس من السجن والارض والمنطقة هذي كانت مسطحة فشي عجيب انه محد من حراس السجن خصوصا اللي موجودين في ابراج المراقبة محد منهم شافهم او انتبع عليهم فواضح ان عصابة التشابو كانوا ماخذين كل احتياطاتهم وشغلهم كان دقيق وفوق هذا كله على ارضية النفق بنوا سكة حديد وفوقها حطوا عرب التنقيب معدلة كأنهم كانوا دامجينها مع هيكل دراجة نارية الهدف منها كان نقل الرمل من النفق وبعد راح يستخدمونها بعدين عشان يهربون زعيمهم التشابو طول وقت الحفر كان متنرفزوا على اعصابه كان خايف من موضوع تسليمه لامريكا فكان دايما يكتب رسائل للرجالة يسألهم فيها ليش الموضوع طول لهالدرجة وكانوا دايما يردون عليه ان يا زعيم الموضوع مبسهل الشغلة هذي صعبة وتحتاج تخطيط وجهد ولازم نكون دقيقين ونسوي كل شي صح اخيرا على شهر يونيو سنة 2015 التشابو وصله خبر من رجاله ان النفق صار شبه جاهز فتخيلوا التشابو حدد موعد لعملية الهروب بتاريخ 4 يوليو 2015 ليش 4 يوليو؟ لانه كان يريد هين الامريكان يوم 4 يوليو هو اليوم الوطني لامريكا يوم الاستقلال يعتبر يوم كبير فكان كأنه يريد يرسل رسالة اهانة لهم انها شوفوني هربت في يوم احتفالكم ونكدت عليكم الفرحة التشابو كان عنده كرة كبير لامريكا مع انه معظم فلوسة منها بس كان عارف شقد هم يريدونه وكان عارف ان السلطات الامريكية كل شوي قاعدين يطالبون السلطات المكسيكية انهم يسلمونها لهم فكان كذا يريد يتشفى فيهم بس للأسف رجاله ما قدروا يسوونها النفق بعده كان محتاج شوية تشغل فما قدروا يلاحقون على التاريخ هذا واضطروا انهم يأجلون العملية لمدة اسبوع واخيرا جل يوم الموعود واللي كان بتاريخ 11 يوليو 2015 هذا اليوم اللي راح يهرب فيه التشابو بعد ما قضى 16 شهر تقريبا داخل السجن هذا التسجيل اللي تشوفونه جاي من كاميرات المراقبة اللي كانت في زنزانته فهذه كل ليلة التشابو كان مشغل مسلسل كوميدي على التابلة الصغير اللي عنده وكان معلي الصوت على اعلى درجة كان يحاول يخبي الاصوات اللي قاعدة تصير والرجالة قاعدين يفتحون الفتحة من تحت الارض كل شوي كان يقوم من مكانه وتلاحظ الترقب في حركاته وهو يمشي على طول الزنزانة رايح جاي كان بس ينتظر الاشارة من رجاله بعد ما يفتحون الفتحة على الساعة ثمان وعشر دقائق التشابو قاعد على حافة السرير وبدأ يلبس حذاءه وبعدها وقف ومشى لمكان الاستحمام المكان الوحيد المخفي عن الكاميرا في الزنزانة كلها وخلاص من هذي اللحظة اختفى التشابو من زنزانته التشابو دخل في الفتحة اللي يفتحوها ليه رجاله ونزل على السلم وتحت في النفق التقى باخو زوجته اخو زوجته هذا اشر له على العربة وطلب منه يركبها فركب التشابو على العربة او الدراجة هذي اللي كانت على السكة الحديدية وساقها باقص سرعة على طول النفق عشان يوصل للطرف الثاني ولما وصل للطرف الثاني وطلع لبيت الطابوق اللي فوق كانت تنتظرها دراجة رباعية ركب عليها ويا واحد من رجاله وطلعوا من المكان على طول على الطرف الثاني في السجن الحراس خذوا اربعين دقيقة تقريبا عشان يكتشفون عملية الهروب لما لاحظوا على كاميرات المراقبة ان التشابو ما موجود في زنزانته على طول راحوا يشيكون عليه كانوا متوقعين انه متخبي او قاعد وراء جدار الشوار بس انصدموا صدمة عمرهم لما حصلوا الفتحة والنفق اللي تحتها على طول دود صفارات الانذار واعلنت حالة الاستنفار لكن الوقت كان متأخر التشابو ارذي تحرك وكان قاطع مسافة طويلة بعدها وصل التشابو لشاحنة كبيرة كانت تنتظرها شاحنة ام 18 تاير فركب التشابو في مقطورة الشاحنة وسكروا عليه زين عشان محد يشوفه من بره وبعدها الشاحنة مشت لمدة ساعتين تقريبا اللي هم ما وصلوا لبلدة اسمها سانهوان في منطقة اسمها كيراتيرو وهناك ركبوه في طيارة خاصة صغيرة وكان يقود الطيارة هذي واحد من اكثر الطيارين اللي يثق فيهم التشابو في عصابته كلها وهالمرة التشابو كان ما اخذ احتياطاته ما يريد يخلي اي شيء للصدفة فكان في الواقع مجهز طيارتين الطيارة اللي هو ركبها اللي بتاخذه لوجهته والطيارة الثانية عبارة عن تمويه عشان يظل لأي حد ممكن يكون قاعد يلاحقه التشابو قرر يروح ويتخبف قاعدته الرئيسية واللي كانت عبارة عن بيت او قصر موجود ما بين جبال ولاية سينالوه اللي هي مركز عصابته البيت او القصر هذا يعتبر اكثر مكان محصن وامن عند التشابو وكانوا يسمونه The sky او السماء عملية هروب التشابو هذي سببت احراج كبير للحكومة المكسيكية قبل سنة بس لما مسكوه كانوا قاعدين يتفاخرون قدام العالم ويصفون عملية القبض عليه انها انجاز عظيم في الحرب على المخدرات والجريمة فالحين السلطات المكسيكية كانوا من جنين وقرروا يسخرون جزء كبير من قواتهم ومواردهم لملاحقة التشابو والقبض عليه باي ثمن لو التشابو كان قانع انه يظل في مخابأة سرية وسط الجبال يمكن راح يكون صعب على القوات الامنية انهم يتعقبونه لكن التشابو لا الحبيب كان ماخذ راحته كان يتنقل ما بين المدن ويروح لمراكز ومقرات عصابته ويقابل اتباعه وياخذ ويعطوا اياهم ويوجههم وغيره هالشي كان مهم عشان يحافظ على قوته وسيطرته في عالم الكارتيلز وعصابات المخدرات لازم الزعيم يكون له حضور وهيبة عشان يحافظ على مكانته فاذا ظل متخبي ما بين الجبال راح يفقد زعامته فالتشابو كان يروح ويجي ويتنقل وهالشي خلى تعقبه جدا ممكن خصوصا ان السلطات المكسيكية كانوا مدعومين من الامريكان كان بينهم تعاون لا محدود في ملف التشابو فالقوات المكسيكية كان متاح لهم انهم يستخدمون التكنولوجيا الامريكية تكنولوجيا متقدمة في التعقب والمراقبة عندهم اجهزة متطورة واقمار صناعية قاعدة تراقب من الفضاء ففريق الاستخبارات المكسيكي لمساعدة الامريكان قدروا يحددون موقع بيت موجود في مدينة لوس موتيوس هذه مدينة تقع في شمال ولاية سينالوة فهذا البيت لاحظوا الاستخبارات انه صايرة فيه حركة افراد من عصابة التشابو فبدوا يتنصطون على اتصالاتهم ولاحظوا انهم كانوا يستخدمون لقب او اسم الجدة لشخص من الاشخاص يعني مثلا يقولون الجدة راح تجي حضروا نفسكم للجدة الجدة بتوصل بكرة اشياء من هالقبيل فكان واضح انهم يقصدون شخص معين بهاللقب وواضح انه الشخص مهم والاستخبارات كانوا شاكين ان هذا التشابو نفسه وفعلا في اليوم اللي بعده وصل موكب مكوم من ثلاث سيارات فواضح ان هذا الموكب كان لشخص مهم وكلها سيارات مضللة مستحيل تشوف منه داخلها السيارات اول ما وصلت دخلت في كراج البيت فالعملاء اللي يراقبون المكان ما قادروا يشوفون منه هذا الشخص اللي وصل فظلوا الاستخبارات يتنصطون على المكالمات ويراقبون البيت لفترة خلال هذه الفترة صاروا شبه متأكدين ان التشابو موجود في هالبيت يعني هو كان الشخص اللي يلاقبونه بالجدة كيف تأكدوا الاستخبارات من هالشيء لانهم سمعوا صوته او صوت يعتقدون ان صوته جاي من المكالمات اللي يتنصطون عليها وغير هذا شافوا ان التحضيرات والحماية اللي صايرة على البيت مستحيل يسوونها لأي شخص ثاني غير التشابو ففصباح يوم ثمانية يناير سنة 2016 يعني بعد ستة اشهر بس من عملية هروب التشابو قرر القوات المكسيكية انهم يقتحمونها البيت فمجموعة كبيرة من القوات الخاصة حاصرت المكان وياهم ايضا دعم من عملاء ادارة مكافحة المخدرات الامريكية واقتحموا البيت هذا وصار فيه صراع مسلح دموي بينهم وبين اتباع التشابو فيه فيديوهات توثق الاقتحام هذا بس ما اقدر احطلكم اياها لان اليوتيوب راح يسوي لنا مشاكل اللي يريدها يبحث عنها يعني هي عبارة عن لقطات صورتها كاميرات مثبتة على الجنود انفسهم فتقدرون تشوفون الصراع من منظورهم وهم قاعدين يتبادلون اطلاق النار ويا اتباع التشابو فكان صراع عنيف بس الضحايا اللي طاحوا كانوا كلهم من طرف العصابة القوات الخاصة بعضهم تعرضوا لاصابات بس ما احد منهم مات لانه هجومهم كان دقيق ومرتب المهم بعد الصراع العنيف هذا شو صار مات التشابو مسكوه ولا شو صار بالضبط اللي صار يا عزيزي انهم ما حصلوه بلتقولوا ها بس ما قلت انهم كانوا متأكدين انه موجود في البيت وين راح يعني اعتقد اني ما احتاج اجاوب هالسؤال المفروض انكم خلاص فهمتوا اللعبة التشابو يا جماعة ز الخير هرب مرة ثانية من نفق تحت الارض المراية هذه اللي تشوفونها قدامكم كانت عبارة عن باب سري باب يفتح على نفق تحت الارض التشابو هرب من هذا النفق واتباعه قاعدين يقاتلون القوات الخاصة فوق التشابو هرب ويا واحد من مساعدين المقربين بعدها لما طلعوا من الطرف الثاني للنفق سرقوا سيارة من شخص كان ماشي في الشارع في حال سبيله يعني مسكين فجأة طبوا عليه ورموه برا سيارته وخذوها كانهم يلعبون جي تي اي يا رجل بس الحمد لله على اقل انهم ما قتلوه للاسف بالنسبة للتشابو القوات الامنية ما كانوا بس محاصرين البيت لا كانوا منتشرين في كل المنطقة فمجرد ما وصلت الاخبار ان التشابو هرب بدت الدوريات تلف المنطقة هذه على طول وعلى بعد عشرين كيلو متر تقريبا من البيت على حاجز من الحواجز الامنية اربع من رجال الشرطة الفدرالية قدروا يعتقلون التشابو ومساعدة اللي وياه التشابو على طول اول شي حاول يسويه ان يرشيهم قالهم خلوني اروح وبتشوفوا فلوس وخير ما شفتوا مثله في حياتكم لكن لسوء حظة رجال الشرطة هذيلة كانوا شرفاء فرفضوا الرشوة هني التشابو عصب وبدأ يسبهم ويهددهم ويقولهم كلكم راح تموتون وما بس انتوا اباءكم وامهاتكم واولادكم وكل شخص تحبونه راح اخذهم واعذبهم واقتلهم وبايدي كان يهدد مثل المجنون لانه كان متأمل ان اسمه راح يزرع الخوف في قلوبهم ويخلونه يروح بس الشرطة هذيلة ما خضوا لتهديداته وخذوا له صورة وارسلوها لقائدهم والحمد لله ان قائدهم هذا بعد ما كان مرتشي ولا كان ممكن يبيعهم قائدهم اتصل عليهم وقالهم من القوات الخاصة جايينهم في الطريق بس في نفس الوقت حذرهم وقالهم ان في تحركات مبطبيعية قاعدة تصير بين رجال التشابو في المناطق اللي محيطة فيهم واحتمال كبير انهم قاعدين هم بعد يحشدون قواتهم عشان يجون ويحررون زعيمهم فالقائد امرهم انهم يروحون لموتيل او فندق صغير كان قريب منهم ويحتمون فيه وقالهم انهم لازم يكونون مستعدين لان رجال التشابو ممكن يهجمون عليهم في اي لحظة فالشرطة الاربعة هذي لأخذوا التشابو ومساعدة وتحصنوا في واحدة من غرف الفندق وقاعدوا ينتظرون ويراقبون الاوضاع ومرت فترة بسيطة وبدوا يسمعون اصوات سيارات جاية من بعيد اصوات كأنها موكب كبير قاعد يتحرك ويزحف باتجاههم التشابو في هاللحظة ابتسم بخباثه وقال للشرطة هه الحين بتتمنوا لو كنتوا قبلتوا بعرضي رجالي راح يمسحونكم من الوجود نظرة صدمة ويأس لما وصل موكب السيارات وتفاجأ ان هذي لما كانوا رجاله وانما عدد ضخم من جنود الجيش والقوات الخاصة اللي حاصروا الفندق وامنوا كل المداخل والمخارج بسرعة البرق رجال التشابو ما قدروا حتى يفكرون انهم يقربون من الفندق بعد ما شافوا التواجد الكثيف للقوات الامنية في المكان تم اعتقال التشابو للمرة الثالثة ومرة ثانية خذوه لنفس السجن اللي هرب منه سجن ألتيبلانو بس هالمرة كانوا حاطين عليه مراقبة مشددة اكثر وتخيلوا تخيلوا على طول اول ما رجع التشابو للسجن بدأ يخطط لعملية هروبة جديدة رسل لأتباعه وولاده ان يلا خلونا نسويها مرة ثانية وبشهادة اعضاء مقربين منه في العصابة فعلا بدوا يتحركون في خطة جديدة وشي العجب انهم كان يريدون يسوونها بنفس الطريقة يحفرون نفق من بره السجن بس هالمرة السلطات المكسيكية كانت واعية وفي الواقع الردي بدوا يشتغلون على اجراءات تسليم التشابو لامريكا لانهم خلاص عرفوا ان هذا الحل الوحيد وياه يعني التشابو هرب من سجن بوينتا جراندي في سنة 2001 وبعدها ظل هارب وحر لمدة 14 سنة وهرب مرة ثانية لما حاصروه في البيت الآمن عن طريق النفق اللي تحت البانيو وهرب مرة ثالثة من سجن التبلانتو اقوى سجن في المكسيك وهرب مرة رابعة لما حاصروه في البيت الآمن الثاني عن طريق النفق اللي ورا المراية فلمتها يعني بيظلون يلعبون وياه لعبة القط والفار هذي اذا ظل التشابو في المكسيك بيحصل طريقة ينفذ من يدينهم عاجلا او ااجلا لان كل عصابته ونفوده وفلوسه موجودين حوله اما في امريكا فخلاص ما راح يقدر يسوي شيء فالمحكمة كانت تريد تخلص اجراءات تسليمه لامريكا باسرع وقت وتخيلوا القاضي اللي كان ماسق قضية التسليم تم اغتياله هذا القاضي اسمه فيسينتا بيرمودس زكرياس اغتالوه في شهر اكتوبر سنة 2016 فتسليم التشابو لامريكا تأخر سنة كاملة بس اخيرا في يوم من ايام شهر يناير سنة 2017 تفاجأ التشابو بالحراس والجنود وهم يدخلون عليه في زنزانته قيدوه وسحبوه اياهم لطيارة هلكوبتر كانت تنتظره برا وبعدها ودوه لطيارة خاصة وهو بعده محتار وما عارف شو قاعد يصير وخلال هذه الرحلة على ما يبدو انه محلقوله شعره وشنبه الطيارة نزلت في مطار نيويورك وبعده التشابو قاعد ينزل وهو ما مستوعب شو صاير كان محتار وهو قاعد يشوف يمين ويسار وسأل عملاء مكافحة المخدرات اللي ماسكينه وين انا؟ قالوا له انت في نيويورك وهني تقدر تشوف وجهه اقوى زعيم عصابة مخدرات في التاريخ والدموع في عيونه مشهد للتاريخ من بعدها تمت محاكمة التشابو في امريكا وطبعا المحاكمة سمرت لفترة طويلة وكانت فيها تفاصيل كثيرة وعدد كبير من الشهود والافادات وفي النهاية انحكم عليه في سنة 2019 بحكم المؤبت بالاضافة لثلاثين سنة حاليا التشابو موجود في سجن اسمه ADX او فلورنس سوبرماكس سجن موقعه في ولاية كولورادو الامريكية السجن هذا يصنف كاقوى سجن في امريكا كلها يحطون فيه السجناء اللي يعتبرون خطر حتى على المساجين الثانين يعني كل السجناء في هالسجن محبوسين حبس انفرادي وحتى تواصلهم ويا الحراس يكون محدود وأقل ما يمكن مقطوعين عن العالم بشكل مخيف فالتشابو يقعد في زنزانة الصغيرة هذي 23 ساعة في اليوم ومسموح له بس بساعة واحدة يطلع فيها لأماكن مغلقة في السجن وتحت الحراسة المشددة ما عندي شك ان التشابو فكر بالهروب الف مرة من هالمكان بس اعتقد دايما افكاره هذي تنتهي بالدموع في عيونه لما يستوعب انه بعيد عن كل قوته ونفوذه ولهني نكون وصلنا لنهاية قصتنا هذي بعد مقاطع رهيبة تقدرون تستمتعون فيها شكرا لكم على المتابعة اشوفكم في المقطع الجاي مع السلامة